أهلا بكم لدى لقاء سموه بالسفير السعودي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن توالي التقدير والتكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية شقيقة إقليميا ودوليا يعكس مكانته كقائد عالمي ويبرز الثقل السعودي في المنظومة الإقليمية ودولية وقد أشر سموه إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين قد حققت قفزات تنموية وحضارية كبرى ونجحت بفضل سياساتها في أن تكون عمقا استراتيجيا للعرب والمسلمين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم لسموه الدعوة لتشريف حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تحمل طبيعة خاصة لما تحظى به من دعم وإسناد من قيادتي وحكومتي البلدين وشعبيهم الشقيقين ولما يجمع البلدين من روابط محبة وأواصر قرب ووحدة مصير مشترك بناءها الأباء والأجداد معربا سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بالتطور الذي تشده العلاقات البحرينية السعودية وارتياحها لمصاري التعاون الإيجابي الذي تدعمه العلاقات القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تفتح المجال نحو أفاق أرحب لتدشين المزيد من مجالات التعاون الثنائية لتدعم المزيد من مجالات التعاون لوزير خارجية تركيا أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أكد أنه ينبغي على الدول الإسلامية إدراك حجم التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة والعمل بنسق متقدم لتعاون أكثر قوة سياسيا واقتصاديا وأكد سموه ضرورة تنمية العلاقات البحرينية التركية والدفع بها قدما وبخاصة في المجال التجاري والاقتصادي ويستمر التشاور والتنسيق الذي يعزز التعاون الثنائي وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم سعادة السيد مولود جاوش أغلو وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وجدد الدعوة لسموه لزيارة تركيا كما نقل إلى سموه تحيات معالي السيد أحمد داود أغلو رئيس الوزراء وتمنياته الطيبة لسموه بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والتطور وخلال اللقاء كدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص المشترك لتنمية وتطوير حجم التعاون البحريني التركي في المجالات المختلفة وفتح مجالة أرحب من هذا التعاون لدفع العلاقات نحو المزيد من التقدم والتطور ونوها سموه بالمواقف التركية الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في حفظ أمنها واستقرارها مشيدا سموه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلادين والقائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأكد سموه ضرورة تعزيز التعاون التنموي بين البحرين وتركيا إلى جانب تعاونهما السياسي ويعمل البلدان سويا للارتقاء بتعاونهما إلى الآفاق التي تحقق المصالح المشتركة من جهته نوها وزير خارجية تركيا إلى أن تركيا تعتبر أمن البحرين من أمنها وذات المبدأ هو على دول مجلس التعاون فتركيا ترى في استقرار دول المجلس وتطورها استقرارا للمنطقة بأسرها منوها بدور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطوير مسار العلاقات البحرينية التركية والارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات مشيدا بالعلاقات والتعاون القائم بين البلدين على الاحترام المتبادل والتنسيق حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مع السيد عمر موسى من العام السابق لجامعة الدول العربية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بدعوة من معهد السلام الدولي وجمعية الصحفيين البحرين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الوقت قد حان لاستراتيجية أمنية عربية قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات التي تواجه الأمة العربية نابعة من الحرص على المصلحة الوطنية واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الدور المشرف الذي طلع به السيد عمر موسى في تعزيز العمل العربي المشترك وفي تطوير أجهزة الجامعة العربية لترتقي بالتعاون إلى طموح الشعوب العربية ومشيدا سموه كذلك بدوره على الساحة الوطنية المصرية وخاصة خلال الفترة الدقيقة التي مرت بها جمهورية مصر الشقيقة وما صحبها من تحديات لم يكن سهلا تجاوزها لو لا حكمة النخب الوطنية وأشار سموه إلى أنه يجب علينا كعرب تبني السياسات التي تجمع ولا تفرق وخاصة أن تقدمنا وتطورنا مرهون بوحدتنا وتعاوننا وتكاتفنا لافتا سموه إلى أن الدول العربية تمتلك من القواسم المشتركة ما يجعل من نجاح تكاملها أمرا مؤكدا الذي بدوره سيعزز مكانتها وموقعها بين القوى العالمية وشدد سموع الأهمية دفع مسيرة التعاون العربي المشترك والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية وصولا إلى التكامل والاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن مملكة البحرين تنظر بعين التقدير والاعتزاز دوما لجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تحوزه من موقع ودور محوري في المنطقة نتطلع جميعا لمواصلة تعزيزه ونقدم لذلك كل الدعم والمساندة وخلال لقاء سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجلي سموه للعهد في قصر الرفاع اليوم مع السيد عمر موسى رحب سموه بزيارته إلى المملكة حيث تستضيفه جمعية الصحفيين البحرينية لقاء محاضرة تحت رعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان تطورات الوضع في العالم العربي والشرق الأوسط كما يشارك في إطار الفعالية التي يقيمها معهد السلام الدولي تحت عنوان دروس الماضي ورؤى المستقبل الشرق الأوسط بعد 1914 وقال سموهن المناصب البارزة التي تبوأها السيد عمر موسى عربيا وفي بلده جمهورية مصر العربية الشقيقة وما يحوزه من خبرة وتجارب في مجال العمل الدبلوماسي هو مما يستحق التقدير والاحتفاء مشيدا سموه بالثراء المعرفي للسيد عمر موسى كشخصية سياسية بارزة أسهمت في دعم مسارات العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات متعددة الأطراف في الأطر العربية والإقليمية والدولية من جانبه شكر السيد عمر موسى سموه على ترحيبه واهتمامه ومملكة البحرين قيادة وشعبا على مواقفها الداعمة لجمهورية مصر العربية مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان من مستويات متقدمة وتنام ملموس خاصة مع تبادل الزيارات الناجحة المتبادلة لقيادتي البلدين وقد ثمن سموه حفظه الله خلال الاستقبال في قصر فعل يوم سعادة السيد شيجيكي سومي سفير اليابان المعتمد لدى المملكة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله ثمن الجهود الحفيثة والمتميزة التي قامت بها السفارة اليابانية وسعادة السفير التي انعكست على العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة بين البلدين الصديقين وقد أعرب سموه عن حرص البحرين على توطيد هذه العلاقات وتطويرها في المشالات المختلفة خاصة ما يشهد منها نشاطا ملموسا كالنواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية من جانب أعرب السفير الياباني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوليه من اهتمام من تجاه توطيد العلاقات بين مملكة البحرين واليابان وتطويرها على كافة الأصعدة منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين الأمر الذي انعكس على مواصلة التعاون بالمجالات المختلفة أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمار وزير الإسكان أن خطة تخصيص مشروع النبي صالح تسعى إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة وحسب معايير الأقدمية هذا وقد بدأت وزارة الإسكان اعتبارا من اليوم جراءات السحب الألكتروني من خلال تخصيص 225 وحدة سكنية بالمشروع على المستفدين في إشارة إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع قد تجاوزت 80% تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في تسريع وطيرة الاستحقاقات الإسكانية للمواطنين يأتي مشروع النبي صالح ليجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للملف الإسكاني يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تعويل عليها وزارة الإسكان في تخفيد قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة من خلال تخصيص 225 وحدة سكنية لذوي الطلبات الإسكانية من أهالي المنطقة بعد أن أصبح مشروع النبي صالح واقعا ملموسا تبدأ وزارة الإسكان بإجراء أعمال السحب الإلكتروني للمنتفعين من المواطنين يستمر السحب الإلكتروني لمدة يومين حيث تقوم إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان بالاتصال بالمواطنين المرشحين للاستفادة من المشروع للحضور إلى مبنى الوزارة طبعا اليوم بدأنا في استدعاء المواطنين لغرض توزيع الوحدات السكنية والسحب على الوحدات السكنية ومن ثم المرحلة القادمة إن شاء الله سنسلمهم العقود والمفاتيح وطبعا مشروعنا اليوم يأتي من ضمن المشاريع التي تندرج تحت الـ 40 ألف وحدة السكنية التي أصدر سيدي صاحب الجلالة أمره السامي بتنفيذها بأقصر وقت ممكن وبعد إنهاء إجراءات السحب سيتم تسليم عقود الوحدات السكنية للمستحقين فور اكتمال نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع البداية هو صراحة يعني ما قصرت الإسكان والملك والرئيس الوزراء هم قاموا بهذا المشروع يعني والحمد لله وجابهم واتصلوا لي أمسوا وقالوا يتعالي الإسكان حق الوحدة السكنية والحمد لله وجيت وما قصروا يعني صراحة نشكر القيادة على تسريع المشروع وإحنا الحمد لله مستعنسين بهذا الشيء يعني والحمد لله رب العالم طلب لي من 93 والحمد لله رب العالم من صبرنا وما قصرت الحكومة يعني يقول لك من صبرنا يأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة الإسكان على تنفيذ آليات خطتها الاستراتيجية والتي تعمل على تكثيف وطيرة المشاريع الإسكانية حتى ينعم المواطنون بالسكن الملائم بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين أكد عدد من الخبراء والمختصين أهمية إنشاء جسر الملك حمد كجسر بحري تاني يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيرنا إلى أن الجسر الجديد سيعزز العلاقات المتميزة بين الدولتين كما يفعل الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل أكبر مما هي عليه الآن وحول أهمية جسر الملك حمد معنا في الاستوديو الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور يوسف المشعل مساء الخير دكتور مساء النور رحب فيك ضيف دكتور بداية نتحدث عن أهمية إنشاء جسر الملك حمد كجسر ثاني يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية ودوره الاقتصادي وعلى مستقبل البلدين طبعا جسر الملك حمد يعد خطوة استراتيجية للمملكتين سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي باعتقادي أننا سنلاحظ قفزة قوية في الاقتصاد وبالأخص في قطاع العقار وقطاع السياحي والقطاع الصناعي التصديري ورأينا بعض بوادر هذا القفز في الاقتصاد من حديث صاحب السمو والي العهد رئيس ملجسة التنمية الاقتصادية بالأمس وعن المشاريع المتوقعة أنها تبتدي في القريب القفزة الأولى نتكلم عن القطاع السياحي القطاع السياحي سيحرك ويعمل قفزة في الحركة التجارية في البحرين الجسر سيضم سكة حديد وسيضم مسارات للسيارات إذا أخذ الآن ما يعبر الجسر حوالي ربع مليون إنسان أسبوعيا هذه مع الجسر الملك حمد أنا أتوقع أن نستطيع أن نرفع هذه النسبة بحوالي 100% وهذه طبعا توقعات اقتصادية بأن يصبح قطاع السياحة في البحرين هو من أهم قطاعات الدخل القومي بما يعادل تقريبا 17% سيكون من الدخل السياحي القفزة الثانية هي القفزة العقارية في الخطاع العقاري الجسر حسب المسار الأول الذي رأيناه سيكون في شمال مملكة البحرين شمال مملكة البحرين يوجد فيها كثير من المشاريع العقارية عندنا ديار المحرق وهي مدينة كبيرة جدا ستقدم البحرين للـ 25 سنة القادمة عندنا المدينة الشمالية وهذه زائدا على وجود الخبرة مع الحكومة والقطاع الخاص لعمل استثمارات مشتركة سيساعد على أن يرفع الاستثمارات العقارية وأنا أتوقع في الوقت القريب ارتفاع ما يعادل 20% في القطاع العقاري وسيصل إلى حوالي 50% مع بداية مع الانتهاء من المشروع وافتتاح المشروع القفزة الثالثة التي هي في القطاع الصناعي والصادرات نفس الشيء المنطقة الشمالية وجدنا أن في السنوات القليلة الماضية الحكومة الرشيدة وضعت الكثير من المشاريع الصناعية الاستثمارية وجدنا ميناء خليفة وهو يعد من أحسن وأحدث الموانئ في المنطقة وجدنا مدينة سلمان الصناعية وجدنا مدينة الحد الصناعية وجدنا البحرين باي هذه جميع مشاريع استثمارية صناعية يستفيد منها هذه كيف ترى مسار خط السكك الحديد على جسر الملك حمد بالنسبة لهذا القطاع الصناعي طبعا القطار يستطيع أن يحمل البضايع الكثير والكثير رأى في البلدان الأخرى القطار محمل بمئة مئة وخمسين مئتين قاطرة تحمل كل قاطرة تحمل حاوية كبيرة هذه سيساعد في الصادرات وإعادة التصدير إعادة التصدير هي شيء مهم ورأينا أن في إعادة التصدير اختلفت وارتفعت في ما بين 2002 إلى 2011 في أن هي وصلت إلى معدلات كبيرة جدا وهذه نابع التاجر السعودي أو صاحب العمل السعودي وجد أنه من السهول عليه هو استيراد بضائعه على ميناء خليفة استخراج هذه البضائع من ميناء خليفة وتخليص الجمرك من ميناء خليفة وإعادة تصديرها إلى المنطقة التي فيها في المملكة السعودية من 2002 كانت عادة الصادرات وصلت إلى 113 مليون دينار تقريبا في 2011 وصلت إلى 477 مليون دينار هذه نسبة كبيرة جدا إذن هل تنظر دكتور ستحل أيضا مشكلة تكدس الشاحنات التي تحصل الآن بوجود هذه الخطط والسكك الحديد تحل المشاكل الكثيرة أيضا هذه هنا يعتمد على القطاع الخاص ويعتمد على استثمار القطاع الخاص لهذه المشروع الضخم الكبير القطاع الخاص بحاجة أن يبتدأ من الآن في التفكير لعمل مشاريع تتماشى مع هذا المشروع الطخل عمل مشاريع يستطيع أن يساعد فيها على تنمية هذه المشروع وفي نفس الوقت يساعد على التخفيف من مشاكل أي من هذه المشروع تكدس الشاحنات هو سيحل في القطارات سيحل في طرق تعامل وطرق تعامل للتعامل الانقطاع الخاص مع هذه المشروع إذا لم يكن عندك هناك شركات شحن تستطيع أن تستقبل حاويات من المصنع لتضعها على ظهر القطار فلن يكون هناك فائدة للقطار لهذا السبب أرجع أن هذه كلها هي للقطاع الخاص واستثمار القطاع الخاص في هذا الشيء طبعا أتمنى التوفيق إن شاء الله ويكون مشروع بالتأكيد رائد للمنطقة أيضا الاقتصادي ورجل العمال دكتور يوسف المشعل شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا حقوق الإنسان أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعربت عن ترحيبها بما جاء في التقرير السنوي الأول للمؤسسة وأنها تبنت استراتيجية شاملة في التعامل مع حقوق الإنسان أعضاء المؤسسة أكدوا أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شدد على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز قيم حقوق الإنسان ومارستها في ظل الحفاظ على الثوابت وسلامة النسيج الوطني في المملكة الأمير خليفة بن سلمان هو رجل دولة من الطراز الأول حقا استفدنا لما تلتقي بدائما تتعلم نهجه في البقاء على الثوابت والسير إلى الأمام التطوير المستمر تحدثنا الحقيقة فيما يتعلق به حماية حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان ونحن ندرك تماما أن البحرين مبنت وفقا لقواعد حقوق الإنسان وتتعلق ليست فقط فيما يتعلق بالجانب السياسي حقوق الإنسان تعلق بالجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجانب الصحي الحقيقة كانت المقابلة ركزت على كيفية استمرار التطوير حقوق الإنسان دون أن يكون هناك مساس بالسيادة الوطنية أو حتى منع أي إضرار بالاستقرار في البحرين والحرص على السلام الوطنية سلامة النسيج الوطني وأنا أعتقد هذه كلها قيم تعلمناها من صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان عندما يأتي أكبر مسؤول في الحكومة حقيقة ويتقبل ما جاء في التقرير رغم ما احتواه من نقد لبعض جوانب الأداء الحكومي هذا ما تعودناه من القيادة التي دائما تأخذ في اعتبارها ما يصل لها من نقد وما يصل لها من أفكار حول تطوير نواحي حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وهذا ما لمسناه حقيقة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومن سمو ولي العهد وكذلك من سمو رئيس الوزراء الموقر وهذا التقرير حقيقة يدشن التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي حملت على عاتقها النهوض بكافة النواحي القانونية والتشريعية لحماية حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك وكذلك وفقا للتشريعات والقوانين الموجودة في مملكة البحرين ووفقا للعداد والتقاليد المرعية وما جاء به الدين الإسلامي الحنيفة التقرير الذي رفعنا لسموه كان يحتوي على ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية خلال العام الماضي هناك قصور استمع سموه إلى ملاحظاتنا ووعد بإصلاح كل الأخطاء التي حدثت طبعا بالتعاون مع السلطة التشريعية ومؤسسة حقوق الإنسان نحن سعداء بالاستماع إلى خبرة صاحب السمو الملكي وإلى تجربته العريقة والعميقة في مجال البناء والمحافظة على المجازات والمكتسبات طبعا حقوق الإنسان ليس بالأمر الجديد بالنسبة لمملكة البحرين نحن تعليم ديننا الإسلامي وأخلاقنا وأيضا مؤسسة الحكم في البحرين منذ سنوات تحافظ على مكتسبات حقوق الإنسان ويجب علينا أيضا أن ندعم هذا التوجه نشكر صاحب السمو الملكي ونستزيد من توجهاته وملاحظاته ونطلب من المواطنين أن يتعاونوا جميعا من أجل المحافظة على ما تم تحقيقه